السلام عليكم فيديو النهاردة مميز جدا هو فيديو طريقة عمل المطايف هتعمليها من غير لبن بودر ومن غير سميت ولا حتى خبيرة تعال اقولك اسهل طريقة لو انت بره مصر ونفسك تكلي قطايف او لو مش بتصبط معاك من بره اول حاجة في مقادرنا هي 2.5 كباية دقيق واهم حاجة ان نفس الكباية اللي هتعاري بها الدقيق هي اللي هتعاري بها بقية المقادر ادي كبايتين ونص انا هنا مستخدمها الكباية العادية بتاعت موج الشاي العادي بعد كده حطيت نص كباية من النشا ونص كباية من السكر ومعلقة كبيرة من الفيكن بودر وبكده اكون خلصت كل المقادر الجافة اللي بتاعتها كويس ابتديت اللي انا اضيف الميا دبت 3 كبايات اللي ربع من الميا والميا هنا عادية جدا من الحنفية لا هي ساعة ولا هي دافية ولا اي حاجة ميا عادية جدا بدرجة حرارة الغرفة خطها على طول من الفيرتر واستخدمتها مش محتاجة ميا دافية او اي حاجة وبتديد بلا انا اقلب المواد الجافة مع المواد السيلة وبكده تكون عجنت القطايف جاهزة معي مش هضيف لها اي حاجة هقلبها اهم حاجة كويس لحد بتوصل معي القوامل انتو شايفين ده بعد كده هصفي العجينة انا بحب اللي انا اصفيها علشان ما يكونش فيها اي تكتلات وبتديني نتيجة افضل زي ما انتو شايفين هاخد العجينة من البولة بتاعتها افضيها في طبق تاني برضو غويت لحد ما بكمية كلها تخلص وبكده هتكون جاهزة معي مش ناقص بس غير ميا اللي انا اغطيها واسبها انها تخمر لمدة ربع ساعة على رغم انها مش فيها خميرة بس اي عجينة فيها دقيق بيفضل انها تستريح ربع ساعة بعد كده هوت على نار هادية جبت طاصة وحدها انتهى بالزيت وحاكت كمية القطايف اللي انا عايزيها زي ما انتو شايفين طلعت الفقعات ديت معنا كده انها نكحة ومن تحت كمان شايفينها لونها عامل ازاي بالزبط زي اللي من جيبها من بره واحسن كمان لو جربتيها هتعتمدي عليها ومش هتشتري تاني من بره ان شاء الله خلص يبقى كل الكمية اللي عندك واهم حاجة اول ما تطلعي القطايف من الطاصة بتكوني تجهزة فوطة نظيفة من تحت ومن فوق او في الغطة ومن فوق تغطيها اهم حاجة بالفوطة يعني فوطة من تحت ومن فوق او حتى من فوق بس وبعد كده هتكوني جهزة الحشوة طبعا اللي انت عايزيها انا هنا بستخدام الحشوة العادية اللي هي الزبيب وجسط الهند والسكر والسوداني شايفين بقى بتتقفل ازاي بالجد سهلة جدا وطريقة تقفلها روعة ولونها بالجد تحفة من بره وتقدري كمان تتحكيمي في الحجم اللي انت عايزيه زي ما انتو شايفين بتكون كده جهزة معايا خلص بقى كل الكمية اللي عندي وطبع تقدري انت تحتفظي بيها في التلاجة وتغطيها بكيز بلاستيك لمدة يوم او يومين بعد كده انا كنت مجهزة الشرباط انا هكتبلكوا الطريقة بتاعت الشرباط في صندوق الوصف وهعمل كمان فيديو تفصيلي بطريقة اهم حاجة ان الشرباط يكون معايا بارد تطلع بقى القطايف على طول من الزيت تكون سخنة والشرباط يكون بارد وتبدأ اللي انت تغطسي القطايف في الشرباط او ترش عليها كده هوت من فوق تمام تمام طبعا ده حسب الرغبة ان انت تتقطري فيها او لا او في الاخر رشيط عليها مكسرات يارب الفيديو يكون عجبا ولو عجبك الفيديو النهاردة ما تنسى ليش في اللايك واستني الفيديو تاني ان شاء الله تنسى ليش في حد مدو تامل